أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول في الإحرام إذا لم أستطع أن أحك بيدي حككت برجلي يصح أن تحك رأسك لا إشكال إذا لم أكن أستطيع أن أحك بأيدي بأيدي و أستطيع أن أحك بأيدي لا إشكال لا يوجد أشكال لا يوجد أشكال في أحك بأيدي أو رأسك المحرم الحلق ما يتطلق هو أن تشعر لا أتعمد ينتف الشعر طبعا قلنا يصح يغتسل لا إشكال و يحك الرأس كل الإشكال في الحلق تقليم بعض الناس هدان الله إياه يعني حلق اللحي أبو حرم فبعض الناس قبل أن يدخل في العمرة يحلق اللحية هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنت مقبل إلى عبادة الآن كيف تقدم العبادة بالحلق أنت تحرص غاية الحرص قلنا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعب عليك الإطلاق إطلاق اللحية أقل شيء يا أخي لا تحلقها بالموس لأن الحلق بالموس كبيرة if it's difficult for you to grow your beard at least do not shave it with a razor don't shave it to that level أقل منه حرمة أقل منه ضرر أن يأخذ بالمقص the lesser harm the least of harm is that you use scissors فإن لم تستطع أن تطلق اللحية خذ أقل قليلا أنك تأخذ بالمقص أما تحلق هذا أكبر بالمقص حرام لكن الحلق كبيرة even using a scissors for example this is haram also but if you know you don't have the ability to grow your beard then do the lesser of harm just trim it a little bit rather than shave the whole thing this is a major sin أسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل مني ومنكم نعم we ask Allah سبحانه وتعالى to accept this from us and the shaykh